وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا ب 16% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي لتحل موسكو المركز الثاني بعد السعودية كأكبر مورد لبيكن وعظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية تجاوز متوسط إمدادات الخام من روسيا مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا لكنه تراجع مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في ماي البالغ نحو مليوني برميل يوميا